موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نتابع مع شهر رمضان ذلك الشهر الذي ترتفع فيه الروحانيات ويسهل العمل الصالح ويحسن ويتوق الإنسان إلى المعالي هلأ بالنسبة لرمضان قلنا المرة الماضية وطبعا معروف أنه تصفت فيه الشياطين ويكون فيه العتق من النار وتفتح أبواب الجنة فينادي فيه أيضا منادي أنا لم أتكلم في المرة الماضية عن الأحاديث الجميلة الصحيحة التي تختص برمضان ففي رمضان ينادي منادي يا باغي الخير أقبل وبالعكس باغي الشر أن يدبر وأيضا أحاديث كثيرة تقول من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأيضا عفوا للصائم فرحتان هي فرحته يوم لقاء ربه وأيضا فرحته ساعة أن يفطر هذه الأحاديث الجميلة كثير لها أثر في حياة الإنسان وتشجع على العمل الصالح وعلى الاقتراب من الله سبحانه وتعالى لكي يكون رمضان أجمل وأحسن هذا جواب لسؤال جاءني أنه كيف نستفيد من رمضان في رفع المعنويات هلا أنا من زمان كتبت مقالة ونشرتها مجلة المجتمع أنه نجعل رمضان دورة إيمانية هلا الدورات أصبحت كثيرة جدا لدرجة أنه الآن يعني تراجع الإقبال عليها ولكن لا شك أنه الدورات المحترفة والدورات المدروسة والجيدة والتي يقوم عليها مدرب مدرب يعني محترف وسبق له التدريب فترة طويلة تكون لها آثار قوية جدا في تغيير الإنسان يعني بيحضر الإنسان دورة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة فيجد أنه قد تغيرت حياته نحو الأفضل فهذا رمضان هذا العام قد يكون هذه الفرصة الكبيرة مع الإقبال عليه وتغير الناس أكتر وأكتر نحو الوعي ونحو العمق مع الذي رأوه في هذه الثورات فلما الإنسان يجعل من رمضان أنه أنا لن أخرج منه إلا بتغير ملموس وحقيقي في حياتي والشرط الأهم أن يكون هذا التغيير دائم هلأ الدورة ما تغير الإنسان فقط لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين هذه الدورة المفروض أن تعطي للإنسان تغير دائم في حياته نفس الشيء رمضان لو اعتبرنا أنه كل رمضان سوف يغير شيء أو صفة أو عادة أو كل أسرة لها شيء معين تعاني منه فلو كان هذا الرمضان هو هذه الرحمة التي أتتها لكي تغير هذا الشيء أكيد سوف تتغير الحياة نحو الأفضل فهذه نصيحتي لكل فرد أن يجلس مع نفسه ويكتب أنه أنا أعاني من هذا الأمر أو هذا الأمر وسوف أنوي في هذا الرمضان أن أتخلص منه قد يكون كما قلت صفة سيئة أو قد يكون مهارة أنا أحتاج أن أحصل عليها بما أني في رمضان متفرغ وهذا الرمضان جاء مع العطلة فأنا سأحاول أن أفتح الإنترنت يوميا مثل مدة ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين لكي أنمي هذه المهارة عندي أو أقرأ عنها أقرأ عن عيوبة وأقرأ عن إيجابياتها وأقرأ كيف سبقني الناس إلى الوصول إليها أو الحصول عليها وبهذه الطريقة يكون فعلا رمضان دورة تدريبية لتغيير الإنسان نحو الأفضل أيضا مع الأبناء يجب أن نستثمر رمضان في تدريبهم على الصيام كمان هذا جوابا لمن سألني أنه ماذا نفعل مع الأطفال الصغار سأتكلم بشكل عام ثم سوف أتكلم بتفصيل بالنسبة للأطفال الصغار جدا من حوالي موقع الولادة يعني إلى عمر السبع سنوات طبعا هدول لم يفرض عليهم الصيام ويجب كمان على الأهل أن لا يأمروهم بالصيام لأنه قد يكونوا شاقا عليهم وحكم الصيام في الإسلام يختلف عن حكم الصلاة جاء في الحديث الصحيح أنه الصغير يؤمر به الصلاة لعمر سبع سنوات ثم يضرب عليها إذا لم يصلي في عمر عشر سنوات بينما الصيام لم يرد عليه أي شيء يعني الصيام متروك حسب طاقة الصغير ابن تيمية له إفتاء يقول به أنه يبدأ الأمر بالصيام للصغير من عمر العشر سنوات وليس من عمر السبع سنوات يعني هو لم يلحق الصيام بالصلاة لماذا؟ لأنه الصيام أشق هلأ الصلاة صحيح هي ثقيلة على النفس كما جاء في القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولكن الصلاة تكون لدقائق معدودة الصلاة حين نبدأ بأمر الصغير عليها بعمر السبع سنوات ما معناها أنه والله يوم بلغ السبع سنوات سيؤمر بصلاة الخمس فروض ويستيقظ أيضا على صلاة الصبح لا وإنما نحن نبدأ في اليوم الأول نقول له يا بني تع صلي معي مثلا صلاة العصر أو صلي صلاة المغرب ممكن اليوم التالي أو اللي بعده التالت لا يصلي الصغير أي شيء مثلا بعد أسبوع ممكن أن يذهب مع والده إلى المسجد فيصلي الفرض مع الإمام ثم يعود وهكذا نبدأ معه يوم نقول له يوم لا نقول له يوم مثلا يصلي جماعة في البيت يوم يصلي في المسجد ممكن يصلي بدون وضوء مثلا ممكن البنت أن تصلي بلا حجاب وهكذا بالتدريج معنى ثلاث سنوات يعني معنى ألف يوم أو أكثر قليلا ونحن نكلم هذا الصغير حتى بقى عندما يصل لعمر العشر سنوات يكون قد أدرك وفهم وعرف أنه هذا فرض ويجب عليه أن يقوم هو بهذه المسئولية ثم في آخر الإيام ممكن أن يصلي صلاة الصبح خاصة لما تكون متوافقة مع موعد المدرسة يكون من المناسب جدا أن يستيقظ الصغير إلى الصلاة أولا فيتوضأ ويصلي ثم يفطر ويعد أغراضه ويذهب إلى المدرسة في موعدها فهكذا تتوافق المهام كلها معا وتكون سهلة وميسرة أما الصيام فنبدأ بترغيبه وتحبيبه به يعني لا نأمر به إطلاقا ولكن ممكن قبل السبع سنوات أن نجعل من رمضان فرصة لإشعاره بأن هذا الشهر مختلف عن جميع الأيام مثلا ممكن أن نستعين بالزينة كما هنا توجد زينة وهنا الحلقة اختلفت عن بقية الحلقات هلأ بالشام كانوا من قديم يزينون في العيد يحتفلون في العيد الأشياء المختلفة كلها والفرحة وزيارة الأقالب تكون في العيد لكن لو صنعنا هذا في رمضان يبدأ الصغير يشعر بأنه رمضان مختلف عن بقية الأيام وأنه رمضان له بهجة كمان مختلفة فهذه المشاعر الداخلية تبدأ بترغيبه بهذا الشهر يعني الصحيح أن نحرك عنده ما سبق وسمعنا عنه بالبرمجة اللغوية العصبية هي إثارة المشاعر الإيجابية ومشاعر الحب نحو هذا الشهر فإذا قبل السبع سنوات فقط نعطي الصغير المشاعر الإيجابية يعني يحب هذا الشهر أضرب لكم مثلا لما كنت أنا صغيرة جاء رمضان في الشتاء طبعا بالشتاء الناس لا يسهرون أصلا في سوريا من غير المعروف أنه ينقلب الليل نهار والنهار ليل تبقى الحياة كما هي على حالها المتاجر تفتح صباحا الناس يذهبون إلى أعمالهم الطلاب يذهبون إلى مدارسهم كل شيء كما هو تماما أذكر فقط كانت كل حصة من حصص المدرسة ينقصون منها خمس دقائق فقط والحصة التي بعد الظهر أظن كان ينقصون منها يمكن عشر دقائق لأنه من الأبل هي نقصة خمسة فيصبح عشرة فبذلك يكون هذا التغيير الوحيد في رمضان خاصة أنه يكون أذان المغرب باكرا يعني أربع ونص ينتهي فلما يكون في عنا دوامين أحيانا نعود إلى البيت مع أذان المغرب فلما يختصروا هذه العشر دقائق ويكون عنا خمس حصص فيكون مع البنات وقت جيد لكي تعود إلى البيت قبل أن يؤذن المغرب فالمهم كانوا يستيقظون للسحور أحيانا نحن نشعر يعني كان بعضنا نوم خفيف من الصغار فنشعر بصوت الساعة مثلا أو نسمع صوت الأذان الأول الذي هو أذان الإمساك أو نشعر بأصواتهم لما يوقضون بعضهم بعضا فنحب أن نقوم معهم كانوا يتركوننا على راحتنا يعني لا يمنعوننا ولا يأمروننا بالقيام فلما نقوم معهم وهيك الدنيا شتاء ويشعلونه هيك الصوبة ونجلس حولها ويسخنون الخبز عليها مثلا أو يضعون بعض الطعام الآخر مثلا أحيانا الطنجرة نفسها بدل ما أنه تسخن على الغاز توضع هنا على الصوبة ويجلسون معا أحيانا في غرفة الجلوس لشدة البرد أو مثلا في المطبخ وهم يلبسون الكنزات الصوفية فيكون له جو خاص مثلا كانوا يحرصون على المعكرونة لا أدري لماذا مع أن المعكرونة لا تلبس في البطن إلا ساعة أو بضع ساعات ثم تذهب ويشعر الإنسان على إثرها بالجوع بعكس أنواع الطعام الأخرى التي تبقى فترة طويلة فكمان نوع الطعام كان هيك يشعرنا بالجو الخاص برمضان ترقب الأذان النظر في الساعة طول الوقت مثلا أو فتح الشبابيك رغم البرد لسماع صوت الجامع كمان أيضا يعطي المشاعر الإيجابية الراديو لما كانوا يضعونه بصوت خافت فكان بهديك الأيام صوت مروان شيخو كان يضعون عبد الباصت لم يكن عدد المقرئين كثير فكان دائما تتكرر نفس الأصوات يا أم عبد الباصت أو مثلا كان المصري حصري أيضا صوته جميل فكل هذه الأمور ارتبطت في ذهننا نحن الصغار مع مرور السنوات لأن هذا الشيء كان يتكرر سنة وراء سنة ظروف الإنسان لا تتغير بسرعة وإنما تبقى مدة جيدة من الزمن فكنا نحن في صغرنا هذه الأمور التي كانت دائما معنا كمان كان الكلام يحلو في رمضان لا أدري لماذا لما تجتمع العائلة على السحور وتكون ليس فقط أهل البيت يكون دائما في عنا مثلا خالتنا أو أولاد الخالة أو بعض الأصهار أو الأقرباء المقربين جدا فكان يحلو الكلام وتحلو الأحاديث والذكريات حتى هن النفس كان في رمضان يتكلمون عن ذكرياتهم هم في رمضان فكنا نحن الصغار نسعد بسماع رمضان كيف كان قبل عشرين عاما أو قبل ثلاثين عاما أو قبل أكثر من ذلك كيف كان التآلف بين الناس كيف كانت العادات كيف كانوا الباعة كيف كان الطعام المقبول في تلك الأيام فكنا نسعد كثيرا بسماع هذه الذكريات فأصبح الاستيقاظ للسحور من أجل أن نجاري الكبار وأيضا من أجل أن نكون معهم لأنهم قدوة لنا وأيضا لكي نسمع أحاديثهم وذكرياتهم كل هذه الأمور شو بظن الكبار أنه والله هذا الصغير لا يفقه شيئا والله أنه هذا الصغير يغلبه أنه عاس أنه عم يأكل وهو ليس منتبهان ولكن كنا ننتبه لكل شيء وربما نذكر هذه الأيام أكثر من ذكريات أخرى حرص الكبار على أن تكون في أذهاننا فهذا ما أقصده بالمشاعر الإيجابية والمشاعر السلبية تجاه هذا الشهر فإذا قبل السبع سنوات فقط اتركوا الصغار لكي يأخذوا هذه المشاعر طب بالنسبة لا تقولها أنه عم أعمل تناقض لأنه إذا عم يقول لا توقظوهم للسحور كيف يأخذون هذه المشاعر يأخذونها أيضا على الإفطار لأنه كل هذه الأمور ممكن أن تتكرر أيضا على الإفطار والإفطار يكون له الجو المميز الخاص مع اجتماع أفراد العائلة وانتظار صوت الأدان أيضا الإفطار على تمرات بالأيام العادية لما تكون العائلة جائعة تجتمع وتبدأ فورا بأكل طعام الإفطار ولكن في رمضان له تقوص الخاصة أولا نبدأ بالتمر نبدأ بالشراب بعد ذلك يستحب الصلاة وكثير عائلات أصبحت تجد أنه لو بدأت بالصلاة وإن كانت جائعة وهتريد أن تأكل والطعام أمامها ساخن ولكن البدء بالصلاة أهوى لأنه بعد ما نصلي خاصة المغرب وقته قصير يكون معنا الوقت طويل لكي نجلس على المائدة بحسب ما نريد ونتبادل الأحاديث وممكن حتى بعدها لو أحبوا أن يشاهدوا شيئا في التلفزيون من البرامج المفيدة أو الفقهية أو العلمية كمان يكون الوقت متسع لأنه أثناء صلاتنا يكون المسجد يصلي وتتوقف المرامج من أجل الصلاة لكن بعد ذلك يصبح المرء حرا وليست لديه أي مسؤولية لكي يتصرف في وقته كيف يشاء كمان الصلاة قبل الأكل صحيح هي مربكة لأنه الإنسان جائع لكن أكيد أريح لي المعدة منها بعد الطعام فهذا الجوء الخاص الذي أتمنى من الأهل أن يجدوه في البيت ويتأكدوا أنه سيعطي قيمة كبيرة لهذا الشهر وللصيام بشكل خاص أيضا كمان في خطأ يقوم به بعض الأهل أنه يشجعون الأبناء على الصيام ويتوعدونه بالهدايا والمكافأات كمان دعوني قبل فترة إلى مهرجان عن رمضان وطلبوا مني أن آتي بأفكار وأعطوني فكرة أنه أستوحي منها كانت هذه الفكرة أنه أن تضع الأم 30 بالون على عدد أيام الشهر وتضع في كل بالون مجموعة من الحلويات شوكولاتة أو سكاكر أو بسكويت أو هدية صغيرة وتضعها في مثلا جنب طرف الغرفة مربوطة عفوا وكل يوم يصوم الصغير يقوم بثقب هذا البالون وأخذ ما بداخله كمكافأة له الحقيقة أنا ضد هذه الأشياء تماما لأن الأمور الواجبة والأمور المفروضة يجب أن تكون نابعة من رغبة الإنسان ومن اقتناعه وليس بحفزه على المكافآت وإعطائه الهدايا هكذا نرتكب مجموعة من الأخطاء سأقول عنها بعد الاستراحة فإذا هذه الأفكار التي تكون فيها مكافآت ليست جيدة لماذا؟ لأنه على الأغلب تكون المكافآت هي حلوة طيب الحلوة تسبب السمنة تسبب تسوس الأسنان وأيضا تسبب الأمر الأهم تسبب الطمع يعني يرتبط في ذهن الإبن أنه أنا لا أقدم عملا إلا إذا أخذت عليه هي مكافآة وأيضا تعود الإبن على المكافآة الآنية يعني أقدم فأخذ فورا بينما الصيام والأعمال الأخروية كلها لا يأخذ الإنسان ثوابه فورا وإنما يأخذ ثوابه فيما بعد فالثواب لا يأتي فورا على إثر العمل وهي قضية مهمة جدا يجب أن يدركها الآباء والأمهات قبل أن يقدموا المكافآة للأبناء فلا نعودهم أنه أعطيك إذا قدمت هذا خاطئ ولكن ممكن ممكن إذا صام الصبي أن آتي له أنا بهدية أو بمكافآة دون أن أشرط عليه ذلك من قبل هنا فرق كبير بين الإثنين يعني أنا لا أريد أن يصوم الصغير من أجل المكافآة أنا أريد أن يصوم هو باقتناع أو لتقليد الكبار عن رغبة عن حب عن أي شيء ممكن تبدأ تقليد ثم تصبح عادة ولكن لا تكون من أجل المكافآة فلما يتقن الصغير هذا العمل أنا أكافئه عليه لكي أشجعه وأحفزه على الاستمرار به وهذا الفرق مهم جدا بين الأولى وبين الثاني فالمهم الصغير إذا صام ممكن أنا أن أعطيه المكافآة ولكن يكون الصيام بعد السبع السنوات يعني إذا بدأ يصوم من قبل أنا أقول للأهل حاولوا تخذيله وإذا نسي فلا تذكروا وإذا اقتنع بقضية درجات المادنة يكونوا جيدا ما هي درجات المادنة هذه طريقة للصيام كانت موجودة عنا في سوريا وهي الحقيقة مقنعة جدا ومن اقترحها كان مبدعا حقيقة هي أن الصغير إذا أردنا أن نعود على الصيام أو إذا هو طلب الصيام أن نقنع أن يصوم مثلا من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر طبعا هذا الوقت طويل ولكن المفروض هو أن يكون قد نام جزءا منه فلما يستيقظ على الساعة 11 أو 12 نقول له أن تصوم إلى أن يؤذن الظهر طبعا تكون هي مسافة قصيرة أو مثلا يبقى صائما إلى الظهر ثم يصوم من الظهر إلى العصر ثم من العصر إلى المغرب وخلال ذلك يأخذ وجبة قصيرة خاصة إذا كان الطفل ضعيف البنية مثلا أو كان غير قادر على الصيام ولكنه بدأ يقلد أو أحد مثلا من أقرانه تحداه وهو ليست لديه هذه القدرة فالصغار يتفاوتون بعضهم قد يستطيع فعلا الصيام أنا أبن أختي مثلا بدأ يصوم عمره 6 سنوات وصام رمضان كاملا وأختي كانت من النوع التي ترى لا بأس بهذا الموضوع مع أنه كان ابنه نحيل وضعيف البنية ولكنه استمر على هذا إلى أن فرض عليه وحتى هو الآن قد بلغ صار عمره ما شاء الله ثلاثين سنة فالمهم استطاع أن يصوم كل هذه الأيام دون مشقة عنده جلد عنده قوة إرادة وأذكر أنه جدي علي التنطاوي شجعه بطريقة جميلة جدا كتب له شهادة طبعا لما صام أول مرة ظنوا أنه لن سيكونوا يوما واحدا فكان بالنسبة للعائلة يعني شيء مميز فكتب له جدي بخطه الجميل مثل ما بيكتبوا الشهادات شهادة هذا أول يوم صاموا فلان الفلاني ثم كتب تحته التاريخ ووقع جدي عليها ما زال هذا الحفيد يحتفظ بهذه الشهادة حتى اليوم فإذن المكافأات ليس شرطا أن تكون حلويات ليس شرطا أن تكون هدية وإنما ممكن أن تكون أمر معنوي يبقى إلى أبد الآبدين وممكن هلأ الآن يفخر به ويريه هذا ابن أختي إلى أولاده وإلى زوجته وفي المستقبل إلى أحفاده فإذن أثر الشيء المعنوي أكبر بكثير يعني أنا ما زلت أذكر الحديث لما الأنصار حزينوا لما رسول صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم ولم يعطيهم شيئا فلما جاءوه ماذا قال لهم قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بأشات والبعير وتذهبون أنتم برسول الله فبقى القوم حتى خضلت لحاهم فإذن الجائزة المعنوية لها قيمة أكبر بكثير من الجائزة المادية ممكن المدح السنة التشجيع خاصة أمام الآخرين كل هذه الأمور يكون لها أثر طيب على هذا الصغير وليس شرطا أن دائما نعطيه المكافآت المادية فننتقل الآن إلى العمر الآخر يمكن أن أكثرت من الكلام عن عمر الصغير من سبع إلى عشر سنوات يكون هذا قد اقترب من البلوغ ومن أنه تفرض عليه في هذا العمر نشجعه أكثر وأكثر على الصيام وممكن كيف يكون التشجيع والله ماذا تريد أن تفطر اليوم إذا صام ممكن أيضا أن نذهب معه إلى السوق ليختاره وما يريده من الطعام الجاهز أو نشتري معه المواد الأولية وممكن أن يدخل مع أمه إلى المطبخ ويساهم في إعدادها هذا كله له أيضا أثر عليه هلأ بالنسبة كمان للألعاب الإلكترونية أنا ضدها وأحاربها ولكن في رمضان هاي تقضي الوقت يعني لو وصل الصبي إلى عمر عشر سنوات نريد نحن تشجيعه هو يجد مشقة مثلا يجد أن الجو حار ممكن أن نسمح له بهذه الألعاب لأنه لا يشعر بالوقت ممكن يعد ساعة أو ساعتين على مثل يسمونه دأ واحد أو لعبة واحدة تنتهي بالربح أو الخسارة فيكون جيد لكي يلهو وينسى كما كانوا من قديم يضعون القدر على النار ويقورون للصغار سوف ينضج وقد اقترب نضجه ويكون هي مجرد إلهاء للأولاد حتى يمر عليهم النهار يمكن بقى هون تقولوا لي هاي حجة ضدك أنه كانوا من زمان يطلبون من الصغار الصيام ولا يجدون في هذا غضاضة صح يمكن ولكن أنا من أنصار أنه ما دامت الصلاة تفرض على السبع سنوات فإذا وقال ابن تيمية أنه الصيام على العشر سنوات خلينا نمشي معه لكي لا يملى الصغار ولأنه الزمن الآن اختلف أمور كتير اختلفت فخلينا ما نصطبق الحوادث وأنا أحب الالتزام بالشرع يعني بعض الأمهات أو الأباء والله يفرح عمره ست سنوات يأخذوا معه إلى المسجد عمره خمس سنوات هذا ليس أنا برأيي لا فضيلة ولا مكرومة هذا قد أساء وتعدى وظلم لأنه رسول صلى الله عليه وسلم لو أراد كان قال ابدأوا من عمر خمس سنوات ما كان قال ابدأوا من سبع سنوات وهذا ملاحظ في المساجد أنه الذي يستبق ويأخذ ابنه إلى المسجد ماذا يصنع هذا الابن يقوم بالشوشر على الآخرين نفس الشي الصيام إذا بدأنا باكرا قد نجعل هذا الصغير يمل من الصيام أو يجد عبادة شاقة ونحن لا نريد هذا نريد أن يحب الصيام وأن يقبل عليه وأن يقوم به كما يجب ويستمر عليه فبذلك تكون انتهت حلقة اليوم لأي سؤال أو استفسار صفحتي على الفيسبوك موجودة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة